مصطلح أو جملة بتتسمع أحياناً وهي الحمل خارج الرحم وطبعاً دي حالة بتنتهي بالإجهاد لأن الرحم هو المكان الطبيعي لنمو الجنين لكن أرجع وأطمنكم مرة جديدة أرجوك وارجعوا بقى الوسائل التواصل اللي ما شافش الحلقة من بدايتها يطمن هو ويطمن غيره هقولكم من النسبة حدوث الحمل خارج الرحم نسبة ضعيفة جداً بتكون في حدود واحد إلى متين الله يعني من كل متين حالة حمل بيحصل حالة حمل واحدة خارج الرحم وطبعاً بنرجع نأكد على ضرورة الالتزام بكل النصائح الطبية والفحوصات اللي الطبيب بيطلبها منك إلى جانب الاهتمام بالراحة والتغذية السليمة ولولا قدر الله لاحزتي وجود أي أعراض غير طبيعية تبلغي طبيبك فوراً وتحديداً لو حصل تقلصات مؤلمة أسفل البطن أو نزيف مهبلي لونه أحمر داكن داكن يعني غامق على فكرة الأعراض دي مش معناها أن الإجهاض حصل كمان لا قدر الله يعني لكن معناها أن في حالة طرقة طبية لازم التعامل الطبي السريع معها طبعاً فيه أعراض تانية مهمة برضو زي آلام أسفل الظهر أو وجود إفرازات مهبلية تشبه الأنسجة لكن بكرة وجود أي عرض من دول لا يؤكد حدوث الإجهاض لكن فقط يستدعي التعامل الطبي الصحيح مع الحالة في الوقت دا وفي كل الأحوال خليك دايماً متأكدة أن الاستعداد الصحيح للحمل بيخليك تدخلي في النسبة الكبيرة جداً من الزوجات اللي إن شاء الله بيكملوا رحلة حملهم في أتم صحة هما والجنين واللي عددهم زي ما عرفنا بيكون من 80 إلى 90% من إجمالي الزوجات الحوامل وصلنا بعد الوقت الموضوع مهم قوي أعراض الحمل في البداية عايزين نفرق ما بين حاجتين في حاجة اسمها أعراض الحمل ودي اللي بتحصل في وقت مبكر بعد حدوث الحمل خلاص؟ وفي حاجة تانية اسمها التغيرات الجسدية أو النفسية المصاحبة للحمل ودي بتحصل مع استمرار رحلة الحمل بقى اللي بتمتد 40 أسبوع أو 9 شهور لما بيذكر عبارة أعراض الحمل بيكون المقصود بيها الأعراض أو العلامات المبكرة اللي بتتزامن مع حدوث الحمل أو بعد حدوثه مباشرة وقبل ما أكلمكم عن أي أعراض للحمل مهم جدا نقول لكم بعض القوانين الهمة في الموضوع ده القانون الأول إن مش لازم كل الأعراض اللي هنقولها لك دلوقتي بعد شوية تحصل يعني الموضوع بيختلف بين زوجة للتانية بمعنى إن ممكن زوجة حامل تلاقي بعض الأعراض نقصة عنده وممكن واحدة تلاقيها كلها كل حاجة وردة بيستثناء حاجة واحدة بس الحاجة اللي بيشترك فيها كل زوجات الحوامل إيه هي العرض الوحيد اللي بيشتركوا فيه كلهم انقطاع الدورة الشهرية ده اللي لازم يكون موجود عند كل الزوجة حامل طيب ده القانون الأول القانون التاني هو إن بعض الزوجات أثناء الحمل ما بتمرش عليهم أي أعراض للحمل بخلاف انقطاع الدورة الشهرية يعني فعلا تلاقي زوجة حامل ما عنداش أي عرض غير إن هي بس الدورة الشهرية مش موجودة والوقت ده بيكون الحمل بدون أعراض ومفوش أي خطورة لحد ما تبدأ بقى التغييرات الجسدية والنفسية في الظهور مع تقدم رحلة الحمل يعني يبتدي بقى زيادة في الوزن وهكذا أما القانون التالت وده قانون مهم برده إن الأعراض ممكن تختلف عند نفس الزوجة من حمل إلى حمل آخر يعني إيه؟ يعني تكون الأعراض واضحة وظهرة في حمل معين تيجي نفس الزوجة دي تحمل بعد سنتين أو تلاتة في حمل تاني تلاقي عندها أعراض تانية خالد أو ما بتظهرش الأعراض دي ده برده وارد طيب بخصوص بقى الأعراض المبكرة للحمل إحنا هنلخصها لحضراتكم في عشر أعراض العرض الأول وده أهم الأعراض زي ما قلنا هو غياب الدورة الشهرية وبنبه حضراتكم لنقطة مهمة إنه أحياناً بيحصل نزول لبعض القطرات الخفيفة من الدم حتى بعد حدوث الحمل وده نتيجة انغماس البويضة المخصبة في بطانة الرحم الدم الخفيف ده إذا وجد بيكون مختلف تماماً عن الدورة الشهرية المعتدة للزوج واللي انقطاعها هيصاحب الزوج الحامل طول رحلة الحمل الممتدة زي ما قلنا إلى أربعين أسبوع أو بمعنى دق كمان بيستمر اللي بعد الولاد يعني الدورة الشهرية بتفضل منقطع كمان بعد الولاد حبة يعني حبة صغارية العرض الثاني هو حدوث بعض التغيرات في الثديين زي تغير الشكل أو الإحساس ببعض الألم أو الشكشكة الخفيفة والتغيرات دي اللي بتحصل في الثديين دي بتكون كلها في إطار الإعداد الجسم بيستعد لعملية الرضاعة اللي هتقدمها لطفلك بعد الولاد العرض الثالث ده برضو من أشهر الأعراض هو الغثيان الغثيان اللي هو الميل للقيق واللي أحياناً بيكون مصحوب بقيق فعلاً أو بيقف عند مرحلة أنه الزوجة تبقى عايزة ترجع والحقيقة أنه بيبقى ملاحظ جداً في بداية اليوم عشان كده سموه في الكتب الطبية مرض الصباح أو مورنينج سيكنس ورغم اسمه ده إلى أنه ممكن يحصل في أي وقت خلال يوم ممكن يحصل بالليل وفي الظهر وعادي بس أحب أأكد وطمن حضراتكم أن غثيان الصباح لا يشكل أي خطورة عليك أو على الجنين وبيختفي مع نهاية الفصل الأول من الحمل يعني مع نهاية الشهر التالت تقريباً العرض الرابع الإحساس بالإرهاق أو الخمول أو الكسل إرهاق خمول كسل والحياة أن المسمى بيختلف وصفه من زوجة للتانية لكن بيفضل غالباً في إطار أحد التعابيرات التلاتة دول خلاص؟ العرض الخامس هو تغير شكل التبول عند الزوجة الحامل سواء زيادة مرات التبول أو زيادة الكمية أو تقطع البول أثناء عملية التبول أو كل دول مع بعض العرض نمرة ستة بيكون في حدوث تغيرات في حستي الشم والتذوق يعني ممكن الزوجة الحامل تبتدي تتدايق من روايح معينة ما كانتش بتدايقها حاجات معينة في الأكل البرفان أو الحاجة اللي أنت كنت بتحطها كزوج تبتدي تتدايق هي مش مدايقة منها هي في روايح معينة بقت تدايقها ممكن برضو تحسي ببعض الطعم المعدني في الفم حتى من غير تناول أي طعام العرض السابع بيكون زيادة الرغبة في تناول الطعام أو العكس إن عدام الشهية خالص للطعام يعني ممكن ده يحصل أو ده يحصل وده وطبعا العرض ده مرتبط ما يعرف أنا عارف كلكم عايزين تسمعوا كلمة الوحم اللي هو الكريفينج أو الكريف الوحم ده الرغبة في تناول أكلات معينة وده على فكرة ملوش أي سند علمي وكل الخرافات المتعلقة بيه غلط العرض التامن اللي ممكن يحصل في بدايات الحمل بيكون جفاف الفم واللسان وده بيزود الرغبة في شرب المية أو السوائل بشكل عام أما العرض التاسع اللي ممكن يحصل للزوجة شوفوا عن عمل اللي أقولي ممكن للزوجة في بداية الحمل بيكون هو الإمساك أما العرض العاشر والأخير فهو في بعض التغيرات المزاجية وده بسبب هرمون البروجستيرون اللي بتدى يزيد إفرازه عند حضرتك وإنت حامل وده بيخليك أو بيخلي الزوجة الحامل في الوقت ده أكثر عاطفية بس بالتحديد بقى أكثر عاطفية تجاه أي حاجة ممكن تكون بتزعالك يعني ما تستغربوش أنا هنا بكلم بقى الأزواج أو أنت كمان ما تستغربيش نفسك في الوقت ده لو لقيت نفسك بتزعالي أو تعياتي من أقل حاجة خلاص دول العشر أعراض اللي بيدلوا على حدوث الحمل وزي ما قلنا دي الأعراض المبكرة ورغم العدد الكبير ده من الأعراض إلى أننا بنرجع نأكد على حاجتين الأولى أنه باستثناء غياب الدورة الشهرية فالأعراض بتختلف من زوجة حامل إلى أخرى والحاجة الثانية هي ضرورة تشخيص الحمل بالوسائل الطبية زي اختبار الحمل أو تحليل الدم لهرمون الحمل أو فحص طبعا الموجات فوق الصوتية دون الاعتماد على الأعراض حتى لو كانت كلها موجود الحب العميق في اتجاه واحد أحيانا بيخلينا محبين في كل الاتجاهات حبك لطفلك هو مفتاحك لحب كل الدنيا من حواليك